بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما نكون من دونه ميوم ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الوحيد الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيد ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فانجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأنا جهنم لأملأنا جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسنتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلق بما كنتم تعملون إن إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جرجبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفق فلا تعلم نفسه ما أخفي لهم من قروة أعيب جزاء بما كانوا يعملون أفما كان مؤمنا منك ما مكان فاسقا لا يستود أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابا من النار الذي كنتم به تكذبون ولنوذيقا قنهنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن إنا من المجرمين منتقم قيود ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلك لا من قبلهم من القرى ليمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أولا نسون سلماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا يافع في ذلك فرفعوا إيمالهم ولا هم ضرور فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظر صدق الله العظيم